أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند تريند التريند احنا دايما معاودينكم بيكون فيها كل التفاصيل اللي دايما السوشيال ميديا بتسأل وبتتكلم وعايزة تعرف الجديد وإيه المفيد كمان بالنسبة للآله خلال الفترة اللي جاية من المبارح طبعا بعد قرار تأجيل قرعة الدوري اللي كان من المنتظر إقامتها اليوم أو إجراءها اليوم في مقر اتحاد الكرة بالجمالية الساعة العاشرة صباحا وتأجيل القرعة لأجل غير مسمى ومنح الفرق راه حتى 21 تسعة الناس بتسأل بقى طب التأجيل ده جاي ليه بناء على ايه مطشط الكاس وضعها ايه الوضع العام بالنسبة للقرى المصرية الفترة الجاية هيكون ازاي طيب فكرة ان طبعا الدوري خلص فهنعمل قرعة فأجلنا القرعة للفترة اللي جاية كان من المفترض ان ده يتخذ أو القرارات دي ما تكونش موجودة لكن ده حصل بسبب ان في اجتماع يتعامل للأمدية بعد نهاية الدوري في أقل من 48 ساعة المفترض الناس كانت تاخد اجازتها وتاخد راحتها وبعد كده نبدأ نشوف الفترة الجاية نشتغل عليها ازاي لان بعد الاجتماع ده الوضع يتغير والموسم الفترة الجاية اكيد فيه ارتبطات كتير فمهما قالت الاندية من اقتراحات اكيد اتحاد القرى في الناية وصاحب القراري الاول والاخير هو سمع الاندية والاندية قالت حاجتين الاتحاد اصبح ما بين نارين يعني ياخد قرار ولا ما ياخدش قرار الاندية في الاجتماع كانت بتتكلم على فكرة ان لازم اللعيبة تاخد راحتها صلبية ده شيء مفروغ منه كلنا متفقين عليه الشيء التاني ان الاندية عايزة كاس مصري تلعب فالتحاد القرى اصبح ما بين نارين هلعب الكاس امتى وهد الراحة امتى ما لو لعبت الكاس يبقى بالتالي ما تديتش راحت ولو وديت راحت يبقى بنسبة كبيرة انا مش هلعب الكاس هي دي الازمة هي دي المشكلة ما بين قصين هي الجملة كانت كده هلعب الكاس تب هد راحت امتى تب لو وديت راحت القصة يبقى وضع ايه كاس مصر الفترة اللي جاية بالتالي اتحاد القرى شافي الافضل الفترة الجاية ندي الراحة السلبية ودي راحت 3 اسابيع لغاية 21 9 طيب فيما بعد او ما بعد 21 9 ايه المتوقع خلال الفترة اللي جاية اولا عشان بس نبقى متفقين في الجزئية دي النادي الاهلي لم يرفض ان هو يشارك في كاس مصر يعني البعض طلع وقالك الاهلي رفض المشاركة في الكاس وتزعم فكرة ان هو مش هلعب كاس مصر النادي الاهلي لم يرفض في هذا الاجتماع بشكل رسمي انه مش عايز يلعب كاس مصر النادي الاهلي قال هلعب كاس مصر وهلعب كل البطلات بس يبقى عندي مدة زمنية وراحة الفترة اللي جاية مش هقل من 4-5 سيامة بين كل مباراة واخرى ومش هقرر نفس اللي حصل في الدور العام ده كان رأي النادي الاهلي واعتقد رأيه كان واضح ومعلن منذ البداية ومنذ الأحداث اللي شاهدتها مباراة الدوري في المرحلة الأخيرة فبالتالي عشان بس البعض يتزعم ان الاهلي طلب تأجيل الكاس او عدم اقامة مباراة الكاس النادي الاهلي لم يطلب عدم اقامة مباراة الكاس النادي الاهلي التزم انه يلعب كاس مصر بس مدد الزمنية والراحة الزمنية ما بين كل مباراة والتانية مش هقل من 4-5 سيام وده شيء منطقي وطبيعي واي اتحاد في الدنيا لما بيحدد مباراة ده شيء طبيعي ما بين كل مباراة اخر 4-5 سيام اضغطك 3 سيام او يومين ما بين كل مباراة والتانية ده بيحصل كده شهر في السنة اسبوعين او 3 في الدوري كله لكن ما تبقاش المسابقة كلها ما تبقاش السنة كلها خلاص دي نقطة التفاقن عليها نقطة تانية ما بعد 21-9 وضع كاس مصر هيبقى ايه الاتحاد حاليا ما بين نارين برضو هو فيه اتجاه اقرب لدى الاتحاد ان كاس مصر لا يستكمل وفي نفس الوقت كمان فيه اتجاه ان يكون فيه اجتماع مع الشرق الرعي للاتحاد للاتفاق على هذا الامر لان لازم الناس تبقى عارفة ان مسابقة كاس مصر تبقى للحقوق والحقوق التجارية مسابقة الكاس هي ملك اتحاد القورة وبيتم تسويقها من ضمن الحقوق التسويقية لدى اتحاد القورة فبيتفي مع الشرق الرعي على الطريق او الاجراء اللي ممكن لو المسابقة تلغت ما يكونش فيه اضرار ما بين الجانبين سواء الاتحاد او حتى الشرق الرعي عموان ده قرار الاتحاد هيتخذ خلال الفترة اللي جاية الشيء الكويس ان فيه راحة سلبية لغاية 21-9 طب الخطوة اللي جاية هتكمل الكاس بعد 21-9 وهتحدد الفترة اللي جاية هتعمل ايه وهتلعب الدوري هل منظرين ولا هتلعب دور واحد ولا هتلعب مجموعتين كل دي برضو تفاصيل لسه الاتحاد بيناقشها لفترة الجاية هي الفكرة لو عندنا لجمة مسابقات هنبقى مرتاحين كلنا للمهمة المسابقات فيه اكتر من عضو فيها بيعضو يناقش وبيشوف الايجابيات والسلبيات لكن للأسف مفيش لجنة ففي النهاية القرار هيكون لدى رئيس اللجنة السلسية خلال الفترة اللي جاية لكن عموما الافضل الفترة الجاية انك تبقى عارف الاجندة بتاعتك هتبقى ماشي ازاي اولا خلاص شهر 9 احنا عرفنا فيه منتخب عنده موارتين مباراة انجولا والجابون والاجندة تخلص 7-9 السوبر الافريقي ان شاء الله هنأتكلم عليه بعد الجزء ده بس يعني تبقى للاجندة محطوط احد ايام 24-25-26-9 بعد كده عندك اجندة في شهر عشرة فيه عشر تيام في شهر عشر اجندة للمنتخب الوطني عندك في شهر 11 فيه مبارتين ايضا واجندة حوالي عشر تيام للمنتخب الوطني عندك من 30 نوفمبر لنصف ديسمبر عندك كاس الفيفا للعرب هتتلعب في الدوحة عندك كاس امم افريقيا من 9 يناير لستة فبراير العام القادم قبل انطلق كاس الامم انت عندك في اسبوعين تبقى للاجندة المنتخب بيستدعي اللاعبين عشان يستعد للبطولة فانت تتكلم منتخب مصر من 25-12 لغاية 9 فبراير او 6 فبراير مشغول بكاس الامم وعندك من 30 نوفمبر لـ 15-12 مشغول بكاس فيفا للعرب فبالتالي انت كل شهر لو لعبتلك اسبوعين 3 يبقى كويس قوي هتلاقي نفسك دخلت في شهر 2 كاس العالم للاندية هيتلاعب بعد كاس الامم الافريقية برضو هتكلم عن كاس الامم الاندية لانه فيه تفاصيل جديدة ومستجدد بخصوص هذه البطولة هتتلاعب في شهر 2 فبالتالي انت بعد كاس الامم عندك كاس عالم اندية والاهل مسافر عنده البطولة في اليابان ده جزئية عندك جزئية تانية دور المجموعات لدور ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية عندك 4 فرق بيشاركوا ان شاء الله يعدوا مرحلة دور الـ 32 في شهر 10 وعندهم دور المجموعات عندك المجموعات من شهر 2 لشهر 4 عندك دور الثمانية في اواخر 4 عندك السيمي فاينال في منتصف في مايو عندك فاينال دور الابطال والكونفدرالية في الاسبوع الاخير من مايو فانت كل شهر لو حطيت اسبوعين 3 ده انت كده بعملت اعجاز مش هقول انجاز فهتلاقي نفسك على 30 خمسة هتلعب في الدوري كله لو بالشكل ده يعني لو لعبت 17 اسبوع و20 اسبوع ده يبقى كويس قوي بعد دعب 5-6 شهور كأس العالم لكرة القدم في الضوحة في شهر نوفمبر وديسمبر فبالتالي الموسم اللي بعدها هيكون مضغوط اكتر فالاتجاه ممكن تلعب دوري من دور واحد او دوري المجموعتين لكن دوري منظرين لو الاتحاد خاد الخطوة دي الكرة المصريية للسانوات الجاعة هتبقى فيها مشكلة كبيرة وهاتبقى فيها زحمة كبيرة جدا قلت النصايح للاتحاد وقلت الاجندة والأكيد الاتحاد عنده الاجندة وعارف التفاصيل دي وعارضها على الاندية لكن عموما في فترة الرحة السلبية نتمنى يكون فيه قرار قريب جدا في هذا الموضوع طيب السوبر الافريقي وفيه كلام كتير جدا على فكرة تأجيل السوبر الافريقي تبقى للاجندة سوبر افريقيا هيتلعب في 24-25-26-9 والمعادة المقترح من اللجنة المنظمة المحلية في الدوحة اللي اجتمعت أول أمس اللي اجتمعت أول أمس عندها معادة مبدأة تلعب يوم الجمعة 24-9 على ملعب جاسم بن حمد ملعب نادي السد في الدوحة لكن الاتحاد الافريقي بينتظر خلال الساعات القادمة وتحديدا قبل يوم 5-9 الإجراءات والترتيبات وملعب التدريب وملعب المباراة والبرتكول الطبي اللي هيتنفذ على الفرقتين عشان يقدر يتخذ إجراءات ويبلغ الناديين بكل التفاصيل التفاصيل دي المفروض خلال الأسبوع الأول من شهر 9 أو بحضة أخصى 5-9 هيتم يعني بلورتها وإرسالها إلى الاتحاد الافريقي عشان يقدر يبلغ الجهات المنظمة سواء الأهلي أو الرجاء أو طاقم التحكيم أو حتى الوفد الرسمي اللي هي سافر من الاتحاد الافريقي لكن كل شيء حاليا متعلق باللجنة المنظمة المحلية في الدوحة اللي هتجتمع تاني بعد الاجتماع اللي تم أول أمس عشان تبلغ كل التفاصيل دي للاتحاد الافريقي لأنه هو المنوط بإبلاغ الناديين الأهلي والرجاء فكرة تاجيل السوبر اللي بعد كده فكرة غير وردة وغير مطروحة وما فيش في الأجندة أصلاً أي معاد ليه بقى؟ وده جزء المتعلق بكاس العالم الأندية أول أمس رأتكلم بعض المسؤولين في اللجنة التنفيذية في الاتحاد الافريقي بسألهم على كاس العالم الأندية فجأت إن قالوا لي إن هم جالهم أصلاً إن الاتحاد الدولي حاطت في الأجندة بتاعته كاس العالم للأندية في الفترة من 31 يناير إلى 11 فبراير من العام القادم وبالتالي ما أعلنه الاتحاد الياباني ده مواعد مقترحة من الاتحاد الياباني تبقى للأجندة بتاعته لكن الفيفا لم يستقر عليها والفيفا كان حاطت معاد مبدأي من 31 يناير إلى 11 فبراير كاس الأمم الإفريقية لما تأجلت من السنة اللي فاتت للسنة القادمة وعتتلعب من 9 يناير إلى 6 فبراير أصبح فيه تضارف في المواعيد وبالتالي هناك اتجاه إن كاس العالم للأندية يتلاعب بعد كاس الأمم يعني تحديداً هيتلاعب فيه منتصف فبراير قبل انطلاق دور المجموعات أو ممكن أهل يلعب كاس العالم للأندية وتأجله أول مباراتين في دور المجموعات وده حصل السنة اللي فاتت لما لعب الأهل السوبر وتأجلت له أول مباراة مع المريخ السوداني في دور المجموعات فبالتالي السوبر الإفريقي زي ما احنا في شهر 9 حصلت اجتماعات في الدوحة منتظرين كل الترتيبات والكاف هيعلن خلال الأسبوع الأول من شهر 9 كاس العام للأندية الاتحاد الدولي بعت للكاف الأجندة بتاعته في عام 2022 وحطت في المواعيد من 31 يناير 11 فبراير موعد البطولة لكن بينتظر الفترة اللي جاية بعد موعد أو قبل موعد كاس الأمم إمكانية تحريك موعد كاس العام للأندية عشان يتلعب بعد كاس الأمم لأن الأهل بيتأكيد مشارك في البطولة أو عنده لعيبة موجودين في منتخبنا الوطن لكن كل ده هيتحدد لسه على هامش كاس العرب للفيفا أو كاس الفيفا للعرب اللي هيتلاقي في الدوحة في أوائل ديسمبر القاضي يبقى إذن اتكلمنا عن البطولات والأحداث الرياضية الفترة اللي جاية والمفروض يحصل فيه دوري الفترة اللي جاية وأيضا مسابقة كاس مصر بالنسبة كبيرة هتتلغي لكن فيه اجتماعات مع الشرق الرائع عشان يشوفوا الإجراء المتابعة للفترة الجاية والدورة هيبقى شكله إزاي